مغامرة البنت اللطيفة والرجل الشريري في بلدة صغيرة تقع بين التلال والغبات كانت هناك فتاة لطيفة تدعى ليلى كانت ليلى محبوبة من الجميع بفضل طيبتها وابتسامتها الدائمة كانت تساعد الجميع من الأطفال الصغار إلى كبار السن ولم تكن ترفض أي طلب مساعدة على بعد مسافة قصيرة من البلدة عشر رجل شرير يدعى مراد كان مراد عيش في قصر قديم مهجور وكان معروفا بخبثه وحقده لم يكن أحد في البلدة يجرؤ على الاقتراب من قصره بسبب الشائعات عن أنه يستخدم السحر الأسود ويخفي كنوزا مسروقة في يوم من الأيام بينما كانت ليلى تسير في السوق سمعت عن اختفاء عدة أطفال من البلدة في ظروف غامضة بدأت تشعر بالقلق وقررت أن تستقصي الأمر بنفسها توجهت ليلى إلى والديها وأخبرتهما بغطاتها ليلى أمي أبي أنا قلقة بشأن الأطفال المفقودين أعتقد أنني يجب أن أبحث عنهم الأب لكن يا ليلة هذا خطير جدا ماذا لو كان الرجل الشرير وراء هذه الاختفاءات الأم نحن نثق بقدرتك لكن يجب أن تكون حذرة جدا أخذت ليلى حذرها لكنها كانت مصممة على العثور على الأطفال بدأت رحلتها بالبحث في الأماكن التي شهد فيها الأطفال آخر مرة وبينما كانت تتجول في أطراف البلدة لحظت مسارا من آثار الأقدام الصغيرة يؤدي نحو الغابة تابعت ليلى آثار الأقدام حتى وصلت إلى القصر القديم شعرت بالخوف لكنها استجمعت شجاعتها واقتربت من القصر كان هناك صوت خافت يأتي من الداخل وكأن هناك شخصا يبكي ليلى بهمس يجب أن أدخل وأتحقق من الأمر تسللت ليلى إلى داخل القصر بحذر كانت الغرف مظلمة وباردة وكانت هناك ظلال تتحرك في كل مكان فجأة رأت ضوءا خافتا ينبعث من غرفة بعيدة اقتربت من الغرفة وفتحت الباب ببطء هناك وجدت الأطفال المفقودين محتجزين في قفص كبير كانوا يبكون وخائفين وعند رؤية ليلى صرخوا طلبا للمساعدة الأطفال ليلى ساعدنا نحن خائفون ليلى لا تقلقوا سأخرجكم من هنا بدأت ليلى تبحث عن مفتاح القفص لكنها سمعت خطوات ثقيلة تقترب كان مراد عائدا لم يكن هناك وقت لتضيعه اختبأت ليلى خلف ستارة كبيرة ورقبت مراد وهو يدخل الغرفة مراد حسنا أيها الصغار لا تحاول الغربة قريبا ستصبحون جزءا من تجربة الكبيرة شعرت ليلى بالغضب والإصرار على تحرير الأطفال عندما خرج مراد من الغرفة تسللت خلفه وسرقت المفاتيح من جيبه دون أن يلاحظ عادت بسرعة إلى الغرفة وفتحت القفص ليلى هيا بسرعة يجب أن نهرب قبل أن يعود هربوا الأطفال من القفص وبدأوا يركضون نحو الغابة لكن ليلى بقيت خلفهم لتتأكد من أن الجميع بأمان فجأة شعرت بيد قوية تمسك بها كان مراد قد اكتشف هروب الأطفال مراد أنت كيف تجرأت على الدخول إلى قصري ستندمين على هذا لكن ليلى لم تستسلم أو استخدمت ذكاءها وأشارت نحو النافذة المفتوحة ليلى أنظر الأطفال يهربون عبر النافذة نظر مراد نحو النافذة وبهذه اللحظة استغلت ليلى الفرصة وركضت نحو الباب تبعها مراد لكنه تعثر وسقط ممن أتاح لها الفرصة للهروب واللحاق بالأطفال وصلت ليلى والأطفال الركض حتى وصلوا إلى أطراف البلدة حيث كان الأهالي ينتظرون بقلق استقبلهم الجميع بفرح وابتهاج الأب ليلى شكرا لله أنك بخير لقد أنقذت الأطفال الأم نحن فخورون بك جدا شعرت ليلى بالسعادة لأنها تمكنت من إنقاذ الأطفال وإعادة البسمة إلى وجوه أهالي البلدة وتعلم الجميع درسا مهما الشجاعة والطيبة يمكن أن تغلب الشر مهما كان قوته أما المراد فبعد أن فشل في خطته اختفى من البلدة ولم يعد أحد يسمع عنه وعاشت ليلى وأهل البلدة بسلام وأمان مع وعد بأن يبقوا دائما متحدين في وجه أي خطر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة